مشهد بات مألوفا في مدينة البصرة حيث المناطق التي لم يطالها الإعمار والخدمات منذ سنوات طوال منطقة القبلة القديمة والتي تضم عدة أحياء يعاني سكانها من الإهمال فلا مجار ولا تعبيد ولا أرصفه والأحوال تزداد سوءا في موسم الأمطار دون ما حلول أو إجراءات حكومية سريعة هذه القبلة القديمة حاليا سوق البصرة لا بيها خدمات لا بيها مجاري لا بيها تعمير الطب هس من ذاك الشارع الرئيسي كنت دخلت وصورته طسات من الالفين وثلاثة الهس ليش يعني أنت من ترجع تنظر للقبلة تنظر المناطق هي أصلها بيها خدمات هاي المنطقة منكوبة من الالفين وثلاثة الهذا اليوم لا شفنا بيها تعمير لا شفنا بيها إنجاز يجيك بوقت الانتخابات الله يشهد أنا رح أبلط لك وأنا رح أشتغلك وأنا رح أسوي لك وهذا الشي ماكو هاي المنطقة شتة صيف هي فائضة بس اليوم ألاحظكم شوية ما فائضة المنطقة لأن ماذا يوم شون شعجب يعني عجبة تفيض مجاري هندية مال قديمة بزمن 89 سووا المجاري مال الشركة الهندية ولحد الآن ما سووا أي شيء بها المنطقة بعدين بمصدقة صدام قالوا رح نسو مجاري اجوا اشتغلوا شيء بسيط براس الشارع وشردوا بعد ما ما كملوها اليأسو دفع بأهالي المنطقة إلى الاعتماد على أنفسهم في ترميم ما أفسدته يد السلطة والمتنفذين الذين حولوا المشاريع من خدمات إلى صفقات تاركين خلفهم مئات العوائل تعيش معاناة لا تسروا عدوا ولا صديق هذا احنا سوينا المشروع هذا مشروع لمينا فلوس من عدنا وسوينا هاي البلوكات من عدنا بالسبة ما يطفح الماي وجبنانا شياشة مسلح وسوينا صبات هذان هنا تقدروا تصورهم هذان منجوبنا الخاص لمينا من المنطقة وسوينا الامتا احنا نشتغل عمالة اللمو للسبويس والشارع اللمو للكهرباء اللمو للماي المنطقة مكملي لها يعني مطين صارفي لها فلوس مشروع منفذ بايقين فلوسة واحنا شون ذهنا بناء يعني قلنا لهم حتى نجمع لكم الفلوس من عدنا المنطقة للشارع بس سوينا شارع للمجاري للشوارع حيخي فتحونا الشوارع للتبليط والله العظيم كل شيء تبه ذنه ولعل الثروات الهائلة والميزانيات الانفجارية المخصصة لمحافظة البصرة طوال السنوات الماضية لم تنصف أبناء المدينة الذين لا يزالون يطالبون بالمساواة في توفير الخدمات الأصوات تتعالى والمطالبات تتوالى دون إذعان من الجهات المعنية في مناطق أقل ما يقال عنها من كوبا في مدينة الذهب الأسود لقناة والنوز الفضائية أثير العبادي مدينة البصرة